اما اللي غلطوا مايه ما غير شعو فين كانوا حشكا من اللي مايه بحال بحال ما كندنش الفرن بك يبقاوش فيه واسأل بالبالا كل عدب لما اوصيكم ديرونا رايك كومنتيز ونبدأوا كاسب درق الساق في 22 عام في منية لوكتاون وهذا يكون القوصر روغار كيتحاكم وهذا يكون مطلوب العدلة حي ولا مية بسبب الجرائم والسرقة التي تسبب فيها وهذا يكون العقد قارب كيخاطب الشعب وتيقول لهم بالعادة القراصينة السالة وسيحكم على روغاز بالاعدان انا روغاز ما كانش مهتم باللي غادي يموت وكان قاس يضحك واحد ضحك شيريرا فهذا الوقيته واحد من الشعب اللي كانوا يسفرجوا سيسولوا على الكنز دياله في الراح انا روغاز بدأ يضحك وقال لهم بلي الكنز دياله ماشي غير مجرد ثروة وصافي الكنز دياله هي سلطة وشهرة وفيه كاع الخير اللي كان في وجه الارض وقال لهم إذا بغيتوا تقلبوا على الكنز ديالي خاصكم تقلبوا في اعماق البحار وباللي كان في قطعة واحدة واسميتها وان بيس هنا قارب سينفضل حكم دياله وسيقتله ولكن الشعب سيتفتن وكل شيء سيقلب على الكنز ديال وان بيس وسيتدوز الأيام وسيكون له في البحر الأزرق الشرقي وسيكون تقلبوا البحار وكان الحلم دياله هو يولي قرصان وكان تقلب على الكنز ديال وان بيس لكي يولي هو مالك القراس هنا ولكن في اول نهار دياله في ذلك الريحلة القارب دياله كانت يغرق وما سيقاتل يحل الآخر من غير انه يدخل في احد البرميل ويسد على راسه وسيبقوا لما تدينوا الوحد الجوش ديال السفينات كي يدابزوا مع بعضياتهم السفينة الأولى سيكون فيها القرصانة الفيدا وسيكون هي مطلوبة لعدالة وسيتهجم على السفينة الأخرى وسيتخدم الرجال دياله باش كاملين سيطروا على ذلك السفينة وسيقتلهم كاملين وسيستولوا على الاملاك ديالهم ومن بعد سيجبتوا ذلك البرامل اللي كانوا في البحر وسيكون من بينهم البرميل اللي فيه لوفي وسيتكون الفيدا تقلب على السائد ديال القراصينة اللي اسميته زورو وسيتسول واحد اسير عليه ولكن ما غاديش يبغي يقرليها وغادي تنمر عليها وأنا الفيدا غادي تعصب وغادي تضربه بوحد العصة دياله وغادي تقتله وغادي تعييط الكوبي اللي كان خدم عندها وطلباته باش يمسح ذك الدم وبي للكوبي غادي يكون تيمسح ذك العصة ديالها وغادي أخف له غادي يسمع واحد الصوت وغادي يشوفه احد البرميل كيتحرك وفاش خرج لي لوفي كوبي غادي تخلع بزاف ولكن غادي يمشي عنده لوفي بالزربة وغادي يطمنه وقال له بلي هو واحد من القراصينة أنا كوبي غادي يضحك عليه وقال له بلي الشكل ديالك ما كيبينش بلارك انت قرصان حيث الشكل دياله يخلع أنا لوفي قال له بلي مشي القراصينة كاملين بحال بحال وغادي بقاك يعود لرقصة دياله قبل عشر سنين غادي يقول لوفي عايش في القرية ديال الطواحين وغادي يكون صغير بزاف وكين في واحد السفينة وغادي يقول العمال يفديك السفينة كاملين يضحكو ويتنمرو عليه وكيقول له بلي هو ما عنده شي قوة اللي غادي يطيف لك السفينة ديالهم ولكن هو كان متشبث بالحلم دياله وتيقول له ما نهار غادي يكون تأنا قرصان وغادي يطلب من القبطان شانس باش ينضم تاوي الطاقم دياله ولكن ما غادي يبغي وقال لوفي البحار خطير عليك هنا لوفي غادي يطلع الفوق وغادي يشد واحد الموس وغادي يجرح وجهه ويتش باش تبقى عنده تاوي واحد ضربة بحاله بحلقه على القراصينة ومن بعد غادي بقاك يعود لكوبي باللي غادي يخرج من هات السفينة غادي يمشي لخط ديال غراند لاين ويتش باش يقلب على الكز ديال وان بيس ولكن كوبي غادي يقول له بالطريق ديال غراند لاين خطيرة بزاف وكي يسمي وهو المقبرة ديال قراصينة وقال لكوبي بلي الأمواج دياله وتوصل العلو ديال ثلاثين متر وفيها بزاف ديال الوحوش بحرية عملاقة ولكن لوفي باهتمش للهدرة دياله ومن بعد غادي يمشي كوبي باش يهرب لوفي فالوقيتها لوفي غادي يقس واحد العصاء وغادي يدير واحد صوت عالي بزاف وغادي يسمعوه وغادي ينطقم كامل وغادي يجبشي أرفيدة وغادي يتبقى كتنمر على لوفي هنا لوفي قال لي بلي هي مجريمة وغادي يمطلوب العدالة وغادي تعصب الفيدة بزاف وغادي يتهجم على لوفي ولكن غادي يبدأ يتفادى ضربات دياله وغادي يبان بلي متمكن من فونه القيتان واحد من العمال دياله غادي يضربه بقرطاصة لصدره وغادي الجسم دياله غادي يكون متاطي وغادي يرد القرطاصة له وغادي يقتله تقام كامل غادي تصدم لي غادي يشوف الجسد دياله يجبد فهذه اللحظة الفيدة ستزل عصا دياله وغادي يتمشي لكتل كوبي ويتشي حتى تحسات بلي هو اللي يساعد لوفي ولكن لوفي ستضربه في بلاستوم وغادي يوقع له شيئا وغادي يضرب الفيدة بوحد البونية طويلة بزافة غير مياه في البحر فهذه اللحظة التقام كامل سيخاف منه ولوفي سيطلب منه بوحد القارب وشويات الماكلة وغادي يطلب من كوبي باش يمشي معه للرحلة دياله وغادي يوافق كوبي اما في الجزيرة ديال السيس غادي يكون القائد زورو وغادي يجي عنده واحد من المنظمة ديال باركور وكان بغايا ينضم لهم بسبب المهارة دياله الفريدة في الصيف ولكن زورو غادي يرفض وهذا شيء من بعد ما عرف بللي هما مجرمين وكي يسرقون اهنا دك خونة غادي يتعصب وغادي يبغي يهجم عليه ولكن زورو غادي يدخل معه في قتال وغادي يبان باللي متمكن بزاف فونه للقتال ديال السيف وغادي يتربو بسيوف دياله وغادي يقسموه على جوج لغادي كوبي غادي يكون مع لوفي في القارب وغادي يسولو كوبي كيفاشل جسم دياله يتجبت انا غادي بقى يعود له بعشر سنين لو رحاو بتاني وغادي يقول له بللي قوصان جانكس هو اللي خيط له ذلك الجرحات اللي كانت فوجه وغادي يقول لوفي متأثر بزاف الشخصية ديال جانكس وكان كي يتمنى يكون قوصان بحاله ولكن جانكس كان يحضره من البحر والمخاطر دياله ومن بعد لوفي غادي يدخل بيس ديال جانكس وغادي يقلب في صناتق دياله وغادي يلقى واحد الفاكية غريبة وغادي يشده وغادي ياكلها في نفس اللحظة غادي يدخل واحد قاطع الطعرق والعصابة دياله للحانة وبغاو ياكلوا ويشربوا ولكن جانكس قال لهم بللي شربوا كل شيء وبقتلهم غير نص القرعة اهنا ذاك زعيم العصابة غادي ياخد ذاك القرعة وغادي يهرسها وجانكس غادي يبتسم ومبغاش يتقاتل معاه وغادي يبدك يشطب ذاك الزاش وذاك الزعيم ديال العصابة غادي يبقى كيتنمر عليه وقال الناس اللي في الحانة بدو كيتحكوا على جانكس فاضل حدا لوفي غادي يشوفه وقال لوفي غادي هو جابان حيتش ماردش الايهانة وغادي خرج لوفي باش يهجمهم ولكن جانكس غادي يشده من يديه وغادي يكتاجف بالجسم دياله يتمدد وانا غادي يتصدم اللي يعرف بالكلام الفاكهة ديال الشيطان ومن بعد لوفي غادي يسول كوبي شنو كيتمنه انا كوبي كلو بلي كالحلم دياله يولي واحد من البحرية انا لوفي كلو بلي غادي يعاونه باش يحقق الحلم دياله فاضلوقيته في واحد المنطقة في البحر الازرق الشرقي كنت واحد البنت اسميتها نامي وغادي يتفيقوا هذه القراسة في واحد القارب وغادي تكون واحد سفينة صغيرة قبالتها وفاش شافتهم غادي يطلب منهم المساعدة وقتليهم بالقراسينة هجموا على السفينة دياله وقتلوا قاعد الطاقة من اللي تم وايه بوحدها اللي قدرت تعيش من بيناتهم وغادي يكون معها واحد صندوق في الكنز وكانت كتحاول تغطيه باش ما يشوفوش ولكن هم غادي ينقصوا وغادي يطمعوا في الكنز وبدوك يحاولوا يهرسوا ذاك الصندوق ولكن اللي حظ للحد كانت غير كتبحك عليهم وكان ذاك الصندوق خاوي وقدرت تسرق لهم السفينة ديالهم ومن بعد اللي هو في كوبي غادي يصلوا لواحد القاعدة بحرية وغادي يبدو كياكله فهذا الوقت غادي يدخل عليهم زورو وغادي يكون هزمعها ذاك الجودة ديال ذاك الراجل اللي قتله فهذا الوقت واحد البنت كان جايبا لها التبصيل ديال الماكلة وكان فيه واحد جوج كورات ديال الروز ولكن غادي يدخل في واحد اسميته غيليميبو وغادي تحت تبصيل في الارض هنا هيليميبو غادي يبقى كيغوط عليها حيث وستخاتلي حوائجه ولكن زورو غادي ينزل على الاركابي وغادي يصدق الكورات ديال الروز وغادي يكلهم وغادي يحفظ لدك البنت الكرامة ديالها وغادي يطلب من هيليميبو باشي يعتذر لدك البنت ولكن غادي يبدو كيدحك عليه وغادي يجمع عليه وهنا زورو غادي يضربه بسهولة وغادي يطيحه في الارض وغادي يدخل مع الجنود في قتال وغادي يقدر يغلبهم كابلين في لحظات قليلة وغادي يقول له فيك يشوفه منباهر بالزاف بالمهارات دياله في القتال وغادي يمشي زورو كان عليهم باشي قتله ولكن هيليميبو غادي يقول له بلي الأب دياله مسؤول في القاعدة البحرية وقرر زورو باشي يمشي معاه باشي ياخدك المكافأة اللي يطلب بها ومشال عنده باشي يطيح الجوته وياخد المكافأة ولكن غادي يشد العقيد مورغان وغادي يبغي يحسبه حي تستعدى على الجنود ديال البحرية لغادي في الصباح نامي غادي ستكلم بس الحويج ديال العسكر وغادي تخلب على الجنود للقاعدة فضل وقيتاله وفيته وغادي يوصل للقاعدة وغادي يشوف زورو مربوط في الساحة وغادي يطلب منه باش ينضم للتاقم دياله وغادي يمشي لوفي وغادي يفكو وغادي يمشي فضل هذا نامي غادي ستكون كسكلم على الخريطة ديال الجراند لاين ولكن سيشوف هذا الضابط لسرقات لي حويجو وغديدخل معها في قتال ولكن دغية غديددربه وغديدسيطر عليه فضلوا قتاله وغديدطيح في الغرفة دي الخرائط بالغلب وغديدشوف نامي وغديدعرف بلي هي ماشي من الجنود وانا غديدتحده بجوج وغديمشيه بشيقلبه على الخريطة ولكن غديبان قبلتهم مورغان انا نامي مرقة مادير وقناعاته بلي هي جندية وبللي لوفي ساجينه ويا غدا باش تحبسه وغديدتان على القائد بهدرته وغديدخلهم يمشيه فضل حده لوفي غديدطلب منها باشتهيطن ضمن الفارق ديالو وغديدخلو الغرفة دي المورغان وغديدو كيقلبو على الخريطة دي الجراند لاين انا لوفي غديدقس واحد الفاس بالغلاط وعلى غفلة غديدتفتح واحد الخزنة السيرية فضلوا قتال جرس دي الاندار غديدترب وغديدكون مورغان ونصل عنده من الباب ودكيه الرس فيه ولكلوفي غديدخدم القوة ديالو وغديدخدر ينزل ذلك الخزنة من الارض وغديدخلو من الشباك وغديدجبو عليهم الجنود وغديدخلو معهم في واحد القائد العنيف بزاف ولكن لووفي وذلك البنت بدأو يضربوا الجنود بكل شجاعة فضلوا قيته غديدشوفهم زورو وغديدشوف بلي الجنود بدأو يسيطروا عليهم وغديدقرر باش ينضم ليهم ويعاونهم وغديدجب على الجنود وغديدسفيها لهم في تواني ولكن قبل ما يمشي وغديدوصل مورغان وغديدقرر باش يتقاتل معهم تهو وغديدكون مورغان قوي بزاف على الجنود وبدأك يضربهم بثلاثة بهم بسهولة ولكن غديدتحدو مع بعضياتهم وغديد يسيطروا عليه وغديدخلو رسوف ديالو بثلاثة ولوفي غديدتربو بوحد الركلة طويلة وغديدف قدلو علي فهذا وقيته زورو غديد ذلك الخزنة اللي كانت تقيلة بزاف وكلهم غديدقو مصدوبين مع القوة ديالو وغديدقو مع بعضياته في واحد القارب فهذا الحده غديد يوصلكو بي وغديدقو له في بل ما غديش يمشي معاه في ذاك الرحلة وهو الشيح يتشقرر باش ينضم الجنود ديال البحرية وغديدتحرقو في البحر من بعد العقيد قاد غديدوصلوه وحد تليفون وغديدقو لي على الهجوم اللي وقع في البحرية وغديدعرف بليروم سرقو الخريطة ديالجراند لاين وغديدعصب بزاف وغديدتحرقو في البحر وغديدقولو له بالقوة اللي يسرق ذاك الخريطة هو واحد دري لابس واحد تربوش ديال الخش في نفس الوقت القرصان باقي غديدتوصلو الخبار تا هو وغديدقو لباش يتباحوهم باش ياخرن خريطة ديالجراند لاين وبالليل نامي غديدتفتح ذاك الخزنة وغديدتفتح الخريطة وغديدتكون نامي كتفهم بزاف الميلاحة ستشرح لهم هذه الخريطة وراتهم الطريق فباللحدة سيبدأ تضربوا واحد القنابل الدخان وسيحسوا بأن الريحة لذلك الدخان غريبة أنا لوفي من يحس بالخطر سيصرد هذه الخريطة ومن بعد مدقلي سيفقدوا الوعي كاملين لأنهم من يفاقوا سيقع وراثهم محبوسين في واحد صندوق والأخفلة ستفتح بك الصندوق وسيقع وراثهم في واحد السير وسيبان ذلك القرصان باقي أنا لوفي سيشوفه ويبدأ يضحك على شكل دياله حي تجموه الريح ولكن باقي سيتعصب عليه بزار وقال له بلي سيقولي هو الملك ديال القرصان من بعد ما يلقى الكنز ديال وان بيس فدلوقيته سيمشي عندهم زوره ويطلم العصابة لكي يستسلموا ويقلسوا على رجليهم ويرشي إلا بغاو يخليهم عايشين أنا باقي سيبقى كيدحك عليه وكان علينا يدخل معاه في قيتال ولكن نامي سيتقنعه وقال له بلي ممكن تقدم له واحد العرض حسن من الكنز وغادي ترمي الطربوش ديال لوفي وغادي يمتطي ديال وغادي يجبدها وخلاته من باهرين من القدرات دياله وهربات للقرية ولكن فاش خرجات غادي تلقى تلك القرية كلها مدمر ومحروقها وغادي يجبو عليها الحراس وغادي شدوها وغادي يرجعوها للسيرك عاو تاني وغادي تكتجف باللي باقي هو ان يدمر ذاك القرية وبلدي ذاك الجمهور اللي في السيرك هم الاهل ديال ذاك القرية وغادي يعرف من مورغا لمواصفات ديال ذاك الفارق اللي سرقوا الخريطة للجراند لاين وغادي يكون كوبي سوى انضم الجنو ديال البحرية اما زورو نامي غادي يكونوا محبو السيد وغادي تكون نامي كتحاول تسفك ذاك القفل باش مربوطة ولكن الفضل اللحظة غادي يسمعوا لوفي هو كي غوت وغادي يكون باقي كي يجبته وكي عدبه باش يقولي عن الخريطة ديال الجراند لاين وغادي يحض باقي ذاك الدبوش دياله واللي كانت ديال القائد جانج وغادي يكون باقي كي عرف جانج مزيان وغادي يحض باقي ذاك الدربوش ديال القائد جانجس وغا determinats هو اللي يعطاه لوفي وقال لوفي بللي جانجس ولرقد بيه وغادي يكون لوفي متعصب بزاف حيث كيهدر على جانجس بذلك الطريقة وغادي يمشي باقي وغادي يشد واحد دري صغير وكان علي يقتله ولكن في اخر لحظة لوفي يقدر بشي حرر راسه وهدي يدربه بوحد ضربة قوية بزاف ولكن غدي يستغرب للقراس وطاره هو مازال حي وغدي يكون باقي عنده واحد القدرة السحرية غريبة وكيقدر يقسم الجسم دياله بزاف ديال الطراف وعلى اخفلة غدي يدرب واحد في الدهر ديال لوفي وفي اشدار غدي يلقى يدي باقي بوراه وغدي يدرب عليه واحد القنبولة ديال الدخان وغدي يفقد الوعي فهذا الوقيته واحد من العصابة يدخل عند زوره وغدي يدربه وغدي يكون زوره قتل الاخ دياله قبل 8 سنين ويتشيف المملكة ديال القوة وغدي يبقى اخوه اللي مازال عايش يدرب عليه المواس في ذاك العجالة فهذا الوقيته العقيد غارب غدي يطلب من كوبي باش يتلاقاه وغدي يقلس معه في البيرو وغدي يكون غارب عارف اللي عنده علاقة مع لوفي وغدي يحاول كوبي باش ينكر وغدي يقول غارب اللي كان بزاف ديال ناس شافوه معاه وغدي يطلب منه باش يقول لي الحقيقة أو غدي يش نقوص الناس وغدي يحكي لكوبي باللي لوفي عتقو من القوصانة الفيدة وغدي يتأكد غارب اللي لوفي هو القوصان لدير ذكي الطاقية ديال الخش وغدي يقول لكوبي بللي كان الحلم دياله ينضم الجرود ديال البحرية ويتشباش نقذ العالم من الاشرار وغدي يدخل غارب بالفعل القوات البحرية فهذا الوقت لوفي سيكون تفكر حياته من اللي كان صغير و سيدخل عليهم واحد من قطع الطرق هو العصابة دياله و سيطلب منهم المشروب ولكن لوفي سيطلب عليه الدم و سيجري عليه أهنا ذلك القاطع ديال الطريق سيتعصب و سيزلو فيه في السماء ولكن سيدخل جانكس و كان مع السطب و سيدخل مع ذلك العصابة في واحد القتال و سيقدر يزربوا عليهم بسهولة و يجمع عليهم ولكن جانكس من اللي شافه من وراه ما سيلقى لوفي و سيكون ذلك الزعيم ديال العصابة خطفو و تخل فيه الوسط ديال الموحيط و على خفلاء سيطلب واحد دوامة فصل الموحيط قارب ديالهم سيتقلب في الما و سيخرج واحد الوحش كبير و سيأكل ذلك الزعيم ديال العصابة ولوفي سيغرق في الما و ما كانش كي يعرفي عوم ولكن في آخر لحظة سيفصل جانكس و سيعتقو و من بعد سيباليهم الوحش ديال البيحار هنا جانكس سيتحداه و سيشوف اللي فعينيه واحد من ضراء قوية و الوحش قد يخاف و سيبعهد عليهم هنا جانكس سيكون فرحان حيث لوفي موقع عليه والو ولكن لوفي سيكتشف بلدك الوحش كلال جانكس يديه و سيبقى فيه الحال بزاف حيث جاد شي كامل بسبابه ولكن جانكس ما سيكون مهتم فهذا الوقيته لوفي سيفق من الحلمة و سيقررصه محبوس واحد القفص ديال الزعج و كانت هذه النهاية ديال بارت الأولى من المسلسل و تسنونا في البارت الثانية ان شاء الله لا تنسوش دخل عندي الانستغرام باش تقصرح علينا أفلام اللي بويترون يكونوا في القناة